افتتح برشد الموسم التكويني للأطور النظامية المتدربة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعات في لالتا نحضر اليوم الأول الافتتاحي لفوج 2022 وهو الناجحات الناجحة في دورة دجمبر 2021 وعددهم 1233 ناجحة وناجحة لأنه 75% المترجحات المترجحين حصلت على ميزة سواء ميزة في باكالوريا أو ميزة في الإجازة ونظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعات في لالتا بتنصيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنفس الجهة عملية استقبال المتدربات والمتدربين ضمن الأطور النظامية للأكاديمية فوج 2022 تم إعطاء المستجدات الخاصة بالموسم التكويني الحالي 2021-2022 لجميع المتدربات والمتدربين بعد هذه الكلمات تم تقديم عرض حول تأطير التكوين وكذلك الدراسة وكذلك التقويم على مستوى المركز الجهوي المهن التربية والتكوين جهة درعات وتميز هذا اللقاء بكلمة وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة السيد شاكي بن موسى عبر تقنية المناظرة المرئية التي أبرز خلالها أن الإجراءات التنظيمية الجديدة المعتمدة في مباراة توظيف الأطور النظامية للأكاديمية الجهوية مكنت من تحسين موثوقية النتائج والتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين واعتماد مبدأ التميز والتفوق لانتقاء أجود الكفاءات العلمية والمعرفية والمهنية